أول سؤال معانا من أم بيدو وبتقول آلام القدم عند الطفل بدون أعراض ده السؤال طيب آلام القدم عند الطفل بدون أعراض أول حاجة عايزة أبدأ بها سؤالي يعني عايزة أعلق على حاجتين أعلق على عدم ذكر عمر الطفل وبتهيال يا جماعة أنه يعني أنا قلتل حضراتكم كتير قوي قوي أن العمر عمر الطفل يعني أنتوا ممكن تكونوا بتنسوا أو فاكرين أن أنت لما تسألي على ابنك أو تسأل على ابنك أو بنتك فاكرين أن إحنا عارفينهم يعني فاهمين قصدي فتقول مثلا بنتي ما بترداش تاكو طبعا ده قدي بنتي متأخرة في الكلام بنتي أو ابني عنده آلام في القدم طب هو عمره قدي إيه العمر ده بيفرق جدا جدا مش معلومة فيها رفاهية يعني لا ده معلومة مهمة قوي خلاص ده كان أول تعليق أرجوكم 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 لما تبعثوا سؤال لازم تقولوا لنا عمر طفلكم قدي إيه دي معلومة مبدئية يعني ما فيهاش هي جزء لا يتجزأ من السؤال نفسه التعليق التاني هو أنا بقى بسأل ما هو المقصود بجملة بدون أعراض يعني إيه بجملة بدون أعراض هل المقصود هنا الأعراض الموضعية مثلا يعني لما نقول أهلام القدم فأنتو أصدقوا الأعراض الموضعية زي مثلا التورم إن الرجل تبقى ورمة الله هو فيه أعراض تانية ممكن تبقى مع أهلام القدم آه فيه أعراض عامة ممكن يبقى فيه ارتفاع الحرارة مثلا فاهمين قصدي فلما بنقول بدون أعراض اللي هي بدون أي نوع من أنواع الأعراض يعني خاصة بحاجة موضعية خاصة بالشكوى اللي بنتكلم عنها وهي ألام القدم ولا بدون أعراض عمومية التعليق التالت آه ما التعليقات كتير ده لسه أقول لكم الإجابة بقى التعليق التالت هو عدم وجود الحد الأدنى من المعلومات في سياغة السؤال خلاص الحد الأدنى مع أن المفروض تكون المعلومات وفيرة يعني مش لازم تقولولنا الحد الأدنى يعني الحد الأدنى كل ما كانت المعلومات حلوة ووفيرة وبتفهم الدكتور الشكوى كل ما الدكتور شرح لكم أفضل ووجهكم أحسن فاهمين قصدي يبقى لازم يا جماعة كده لما نيجي نقولها نسأل سؤال لازم نكون عاملين حسابنا إن احنا نقول العمر تمام ده مهم قوي 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 لازم نقول في المعلومات بقى في سياغة السؤال نفسه نقعد إحنا نقرأ السؤال كده يا ترى ده لو حد غريب حد غريب ما يعرفناش هيفهم إيه من السؤال ده فاهمين قصدي؟ طب حد دلوقتي ممكن يقول الله طيب هو يعني أنت واضح أن أنت عندك تعليقات على السؤال أما ليه اخترناه؟ ده مش بس اخترته ده أنا اخترته وحطيته في بداية الحلقة رغم عيوب الصياغة زي ما قلناه ليه؟ لأهمية الموضوع ده من زاوية ومن زاوية تانية إن احنا ما تكلمناش فيه قبل كده ما تكلمناش في موضوع اسمه آلام القدم عند الأطفال فأنا حسيت إن دي فرصة حلوة قوي قوي إن احنا نقول لحضراتكم معلومات مفيدة قوي في هذا الأمر عن آلام القدم عند الأطفال يعني أنا شخصيا هتعامل مع الموضوع ده مش على إنه سؤال على إنه موضوع وأي حد لا قدر الله أي أسرة عندهم طفلة أو طفلة يعانوا من آلام القدم بشكل أو بآخر هيستفيدوا إن شاء الله من الإجابة اللي أنا هقول فاهمين قصدي إنه الموضوع حلو جدا طبعا مش الآلام هو اللي حلو حلو حلوته في إن احنا ما تكلمناش فيه قبل كده خالص والمعلومات اللي فيه مفيدة فلازم حضراتكم تكونوا عارفين لما نقول آلام القدم عند الأطفال سيبوكوا بقى من غير أعراض دي آلام القدم عند الأطفال فاحنا على الأقل على الأقل على الأقل شوفوا أنا بقولها كم مرة عندنا 16 سبب 16 سبب ممكن يكونوا وراء إحساس الألم في قدم أي طفل في منها أحوال أو أسباب طبيعية وفي أسباب حركية وفي أسباب مرضية تمام؟ يلا نتكلم عليهم بقى نركز كده مع بعض آلام القدم عند الأطفال أسباب طبيعية وأسباب حركية وأسباب مرضية أما عن الأسباب الطبيعية فأول سبب يؤدي إلى حدوث الألم في قدم الطفل هو النمو وأظن كلكم دلوقتي حالا اللي بتفرجوا علينا ممكن يستعيدوا كلمة سمعوها من أمهاتهم وآبأهم اللي هما الجدود والجدات لما كنا نشتكي من حاجة في ألم في القدم أو في الساق يقول لك إيه؟ ده بيطول أو عند الكأب يقول لك ده بيطول ورغم إن إحنا ساعتها يعني فيه طبعا وإحنا صغارين ما كناش مقتنعين أوي بالإجابة دي يعني إيه بنطول دي وحتى لما بنجبر نقول إيه؟ هتقول إيه بقى بنطول برضو ومش عارف إيه وبتاع؟ النمو يؤدي إلى بعض الإحساس بالألم وبالمناسبة أول كلام ليس هناك أي سند علمي على اللي أنا بقوله ده يعني مفيش تفسير علمي خالص لكن وجد إنه في فترات النمو بتاعة العزام أو في الفترات اللي العزام فيها بتنمو في الحجم اللي بتؤدي إلى الطول إن الطفل يعني أو الطفل بيتغير طوله من مرحلة إلى أخرى قد يشعر ببعض الألم في القدم والساقين بس الألم دي بتكون ألم بسيطة بتكون ألم بسيطة وزي ما لسه بقول لحضراتكم ما بتكونش في القدم بس بتكون كمان في الساقين وحتى في الفخدين وبيبتدوا يحسوا بيها الأطفال بداية من عمر 8 سنين يعني قبل كده بيحسوش بالألم قوي خلاص يعني من 8 سنين فما فوق يبتدوا يحسوا بالألم إيه السبب هنا؟ سبب النمو خلوا بالكو دي الأسباب الطبيعية الأسباب الطبيعية دول 3 حاجات قلنا منهم واحدة بس قلنا بشكل عام ألم القدم عند الأطفال ممكن تكون لها أكتر من 16 سبب هنقول منهم 16 يبقى أول 3 أسباب اللي هي الأسباب الطبيعية النمو طب تاني سبب في الأسباب الطبيعية إيه؟ من أسباب ألم القدم عند الأطفال سبب طبيعي هو ممارسة الرياضة بكسافة ممارسة الرياضة بكسافة لازم حضراتكم تبقوا عارفين ان الاقدام الاقدام اللي هي القدم اليمنى والقدم اليسرى ليهم علاقة بكتير جدا من الرياضات ليهم علاقة بكتير جدا من الرياضات مش بس كرة القدم زي ما بعض الناس فاكرة ان عشان كرة القدم بتتلعب بالقدم يعني اسمها كرة القدم لا ده كل انواع الرياضات تقريبا بيستخدم فيه يعني مثلا رياضة زي السكواش دايما يتقال عليها انها من اكتر رياضات اللي لم تكن أكتر رياضة فيها حاجة اسمها فوتورك أو عمل قدم السكواش التنس كرة اليد الكرة الطايرة حتى تنس الطاولة اللي هو البنج بونج كل ده له علاقة بالأقدام فعشان كده بقول لكم قد ينتج عن ممارسة الرياضة بكثافة بشدة بزيادة عن اللزوم إحساس بالألام في القدم وأنا هنا الحقيقة عايز أقول كلمة عن حماس التدريبات يعني خصوصا ودي على فكرة في كل الأعمار بس تقعبين قوي في الأعمار الصغيرة كمان أكتر لأن هم ما بيبقوش لسه يعني عارفين ينظموا انفعلاتهم فممكن لهم مثلا وهم بيتمرنوا وعايزين يثبتوا أن هم شطرين وعايزين يثبتوا جدارات فتلاقيهم بيبزلوا مجهود زيادة يعني ممكن ما يكونش لسه حد طلب منهم المجهود الزائد ده فده حماس التدريبات ده خلوا بالكوا منه ولازم إحنا كأولياء أمور أو كمدربين نسيطر على الحماس ده ونخليه حماس موضوعي مش حماس يؤدي إلى مزيد من أو يؤدي إلى الألم المفروض الطفل بيمارس رياضة فما نحولش إحنا الرياضة إلى حاجة بلقدر الله تسبب الألم وأنا هنا برضو عايز أقول كلمة بقى للمدربين مدربين الأطفال في الأندية والأكاديميات خلوا بالكوا قوي من الحكاية دي إنكم ما تحمسوش الأطفال قوي بطريقة زايدة عن اللزوم فتخلوهم يأزوا نفسهم أو يحسوا بالألم خلوا بالكوا قوي من الحكاية دي خلوا بالكوا قوي من الحكاية دي تمام؟ في فرق ما بين إن أنا خلي الطفل متحمس واخد الموضوع بجدية وبيتعلم رياضة كويس وفرق إن أنا أتسبب له في ألم يعني فترة التدريب مثلا ما ينفعش الطول ما ينفعش أنا كطفل أقول إيه أنا أتمرنت ساعة أو التدريب بتاعي مع الكابتن بتاعي ساعة أتمرن أنا الوحدي ساعة ما فيش حاجة أسماها كده لأن ده هيؤدي بيك إلى الألم يبقى ده كان السبب الثاني السبب الأول زي ما قلنا هو النمو السبب الثاني من الأسباب الطبيعية هو ممارسة الرياضة بكثافة أما السبب الثالث هو الحقيقة مش بس سبب يعني مش بس سبب طبيعي هنا للألم في القدم لكنه كمان سبب منطقي طيب إيه هو السبب المنطقي الأحزية الديقة لبس الأحزية أو الشوز أو الجزمة الديقة ده بشكل عام وللأطفال اللي بيعانوا من الفلات فوت أو من تفلطح القدمين بشكل خاص وخلوا بالك يا جماعة لازم نكون وعيين إن بعض الأطفال لما بنسألهم على لما بنشتري جزمة أو بتاعنا نقول الجزمة دي مريحك أو الشوز ده مريحك ولا لأ ما بيبقوش عارفين يرده أو ما بيبقوش عارفين يجاوبه أنتوا فاهمين قصدي يعني فيه أطفال بتتشوش ويقولك آه وهو مش عارف لسه فاهمين قصد فلازم إحنا نبقى عارفين ونجرب أكتر من مقاس ونخلي المقاس مريح ما بقولش إن الجزمة تبقى بتتخلع من الرجل الطفل ولا حاجة بس ما نكونش المقاس ديق ولازم كمان نراعي إن فيه توعية إن اختيار الحزاء يكون على حسب فترة ارتداءه فاهمين قصدي يعني ما يكونش الطفل مثلا بيلبس حزاء اللي هو بيلبسه مثلا في المدرسة ونبقى عارفين إن هو بعد كده هنخرج نقضي بقية اليوم برا نخدم المدرسة مثلا ونقضي بقية اليوم برا طول نار فيبقى طول اليوم رجله في الشوز أو في الحزاء بتاع المدرسة بس لا لازم هنا نعمل حسابنا إن احنا نغير له الشوز دا أو نغير له الحزاء دا لازم كمان نخلي بالنا من الاحتمالات بتاعة الوقوف لفترات طويلة في حالات الفلات فوت أي طفل عنده فلات فوت أو تفلطح قدمين غير إن هو لازم يستخدم أحزائها خاصة بهذا الأمر نتجنب إن هو يقف فترة طويلة ترجمة نانسي قنقر